السلام عليكم ومرحبا بكم جديد في قناة خيادة ليس مطبخ رقية اليوم شاء الله قد نحضر مع بضياتنا واحد الحلوة سهلة مهلة هالحلوة اللي بشكو لوليك يحماق عليها لبدأت صغر قبل من دزول المقادير وطريقة التحضير لا تنسونيش من اللايك إذا أعجبكم الفيديو وكذلك تعليق جميل لاستمرارية القناة لا تنسونيش من الباقتاج مع الأهل والأحباب إلا يجب تكون الفكرة دي اليوم ولكن تأول مرة كتصادفوا قناة خيادة ليس مطبخ رقية عملوا الاشتراك ضغطوا على الجرس باش توصلوا بجديد وصفاتي ما نطوش لكم يلا هم عيا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير في هاد الوصفة أنا غدا استعمل لبان دومي هاد لبان دومي كنت سبق لي وحضرت به واحد لونتخي غدا نحط لكم رابط الوصفة أسفل الفيديو وبقالي هاد لتوغ ديال هاد لبان غدا نقطع طريفات صغار وغدا ننزلوه في طاوة وغدا ندخلو الفران يتحمر باش ممكن لي نطحنو من بعد ممكن كذلك تعودوه بكرواسة ولا بان ولي ولا بان وشوكولات ولا بالباقيت ولا بالخبز ديال الدار حتى هو غير هو قطعوه قبل ما ايبس قطعوهم زيان طريفات صغار باش يمكن لكم تحكمو فيهم من يتبغيو تحنوهم غدا ننسلي هاد العملية وغدا ندخل هاد لبان دومي الفران حتى يتحمر ونخليه حتى يبرد تماما كيف ما كتلاحظو هاني عاد خرشهم الفران غدا نخليه حتى يبرد تماما عاد باش غدا نطحنو في الميكسير وغدا نغربلو باش نتخلص من هادو كل الحبيبات اللي باقي اللي يكيف ما كتلاحظو هادو غدا نعاود نخلهم الفران يتحمرو باش نعاود نطحنهم باش نخليهم لشابلوغ هنا عندي 200 جرام ديال الخبز المحمص وهنا عندي 100 جرام ديال سبيكيلوس اولا البيسكوي ديال سبيكيلوس يعني عندي نصف الكمية ديال الخبز المحمص غدا نطحن هاد البيسكوي ديال سبيكيلوس اللي ممكن تعودوه باي نوع منه البيسكوي اللي انتو ما كتفضله وغدا نزله فوق من هاد الكمية اللي عندي ديال الخبز غدا نضيف كدالي قياس 200 جرام من لاجينواز او لبقايا ديال لاجينواز غدا نطحنها احت هي وغدا نزيدها على هاد الخليط هاد الاجينواز هادي كتشيطلي من اللي قطو ديال الارقام ولا ديال الحروف وكنحتفض بها في الكونجيلاتور وكندير بها حلوة على هاد الشكل هادا اولا تشيز كيك غدا نضيف كيات 80 جرام من بودرة اللوز اللي ممكن تعودوها ببودرة البخالة اولا الكوكا ودكشي كيبقى لحساب الاختيارات ديالكم ممكن كدالك تصغنوا على هاد بودرة اللوز ماشي مشكلة غدا نخلط هاد النواشف مزيان وغدا نضيف كيات 100 جرام من الزبدة المدابة سواء زبدة حيوانية اولا نباتية ماشي مشكل غدا نبس بس هاد النواشف وغدا نحاول ندخل هاد الزبدة في هاد الخليط اللي عندي وغدا نجمعها بكأس من الحليب قياس 200 مليلي لطخ على هاد الشكل هادا حتى كنحصل على واحد العجينة اللي هي متماسكة وكتجمع بسهولة في اليد كيفما كتلاحظو غدا نغطع لها وغدا نخليها ترتاح في تلاجة مدة تساعد المقانا عاد باش غدا نبدأ نصيب كويرات يكونو تقريبا قياس واحد كله كورا هنا انا بدرت فيها 24 جرام نستمر بنفس العملية حتى نكمل الكمية ديال الخليط اللي عندي انفوك نسلي هاد العملية غدا ندوز نصف الكمية من هاد الكويرات في الكاكاو على هاد الشكل هادا وغدا ندخلهم للتلاجة مدة نصف ساعة نخليهم حتى شربهم هاد الكاكاو هادا عاد باش غدا ننزلهم في المول جو تابل وغدا نرشهم بالقليل من الكاكاو كيفما هو متوضح في الفيديو بالنسبة لنصف الثاني غدا ناخد شوكولات سوداء غدا ندوبها في البامغي او لا في حمام مريم ينفوك الدوب غدا نزيد ملقة صغيرة من الزيت النباتية وغدا نخلط مزيان مزيان هاد العناصر وغدا نخليها علاجا غدا ناخد كمية من الشوكولات البيضاء كذلك نفس الشي غدا ندوبها وغدا ننزلهم بزوجهم فحد الكأس على هاد الشكل هادا وغدا نخوي هاد الشوكولات على حبات الحلوة اللي عندي على هاد الشكل هادا كيفما كتلاحظو راني درت واحد شبيكة وتحت منها بلاتو باش ما تضيع ليش هاد الشوكولات استمر بنفس العملية مع جميع الحبات اللي عندي ونخليهم حتى تيبس هاد الشوكولات واحد شوية عاد باش غدا ننزلهم فحد الصحن بشوية وبالخاطر وندخلهم للتلاجة يبردو عاد باش نقدموهم بصحة والعافية كانت من الفكرة ديال اليوم اتنال اعجابكم هادي فقط حيلة من حيل المطبخ باش ما نضيعوش الخبز اللي عندنا اولا البواقي اللي عندنا ممكن استغلوهم في بزاف ديال المسائل مبقى لي إلا نودعكم ونقول لكم دومتم في رعاية الله وإلى اللقاء كيادلس